يهلي الحبايب هللوا يهلي الحبايب هللوا بعض الطرفي أولوا أهلا وسهلا بأصدقائي على قناة سمع قبل ما أنسى حبيبي أنتوا عم تطلبوا مني حلقات أنا منزلة أنتوا الظاهر معم تشوفوها أو ما نكون مشتركين معنا مشان ما تعزبوني وعيدها مرة تاني أرجو منكم حبيبي أنتوا بتاخدوه هلأ بتشتركوا ومين بتحبوه عزيزي عليكم بتشاركوه مشان نكبر تصير العائلة أكبر والأعداد أكتر تصير في عطاء أكثر وأكثر يا حبيبي من بعض أمركم أنت معجب بالحلقة فورا فعل جرس واشترك مشان كل شي بيجيك فورا فريش فريش حبيبي بتكون أنت سمعت وأنا في كتير هلأ حلقات مسجلة على طلباتكم لسا ما نزلت واللي عم تكتبوه كمان عم نحطوه في راسنا مشان ما ننساكن ما معقول نحنا عم نعيش معكم وصرنا قسرة واحدة اليوم يا حبيبي بدي أحكي عن مطرب حلبي أخ وصديق قديم لابد إلا منضوي عليه لأنه مطرب جميل المطرب النجم أحمد أزرق أحمد طبعا من كرال صناجة الشرق استاذ العظيم صباح فخري كان بالكرال وأيضا كان الاستاذ الكبير يترك له المجال يغنه تعرف الناس عليهم فأحمد كان يحبه الاستاذ الصباحي اللي نشيت أحمد وبيحفظ حفيز صوت جميل في طرب في شجن في ريحة حلب يا حبيبي أنا هاي الأصوات اللي حبه فأحمد مطرب مثقف بعدين معلم بالتصوير تصوير النغمات معلم بالأوزان مطرب مطرب حقيقي استاذ أحمد أزرق مطرب جميل الأجمل أنا بيعجبني بحلب بالمطربين أو السر نجاحهم أكتر شيء ما كنا عم نذكره الفرقة الموسيقية الحلبية شوف الموسيقية الحلبية قديش في أستاذي قدي بيشتغل بيروحه لما بيكون معه أي مطرب بتشوف الفرقة الحلبية السلام يعني شوفهم من طبعا اللي درج هالشيء أنا بنظره العظيم صباح فخري صاروا يتعلموا من الأستاذ الصباح كيف بيعمل هاللمة هالكمانجاتية هالعوادين الراقيين عاسفين القانون الناياتية يعني حلب حلب عاصمة الفن حضارة الفن فبتشوف أحمد معه فرقته الله تطرب كذلك السفي مطربين بكرة بذكرهم في حلقات تانية يعني الفرقة الحلبية كتير جميلة أينما وجدت حتى توزعوا تفرقوا أو بسافروا عم يشتغلوا الله يرزقون أرض اللي بيكونوا الحلبة متل أبن بطوطة يعني داري الكرة الأرضية ما بيستسلم يحب العمل رجال أبضاء نعود من جديد عن الأستاذ أحمد أحمد شاب لطيف ذو خلق محترم أنا عشرته عن قرب من قديم يعني من سلاسون عام أو هيك شيء فأحمد أنا معجب فيه بأخلاقه عالية مهزة يعني بيعطيني بصوته بيعطيني بفنه يحترم فنه بيغني حلو ما بيقول شيء بعدين بنوع يعني هو صحيح حلب ولون صوته حلب لكن يعني عنده تنويع بصوته مزوئ مثلا بيحب وذيع بيغني لوذيع حب غنيه لعبدوهاب بيغني لعبدوهاب حب غنيه لكارم بيغني لكارم طبعا هو زكي بياخد شيء اللي بيلمع بصوته أكيد غنى أمانة عليك يا ليل طويل لكارم سمعته جميل جدا يعني أحمد مطرب حقيقي الصوت جميل مش أنا اللي بدي أقول عنه الناس بتقول عنه والأكتر بيقول عنه استاذنا ومعلمنا صباح فخري الله يطول عمره يعني صباح فخري ما بيجامل يعني أنت حلو بهالشيء فيهاي بيقول لك أنت حلو بالقرار أنت حلو أنت حلو بالاتنين يعني أنت عم تاخد كلام من فنان أسطوري أحمد بالموال يعني بالارتجال أنا أقصد كن عم يغني موال وبيرتجل وبيصور معلم وبيتقول له آه وقديما المطرب زي ما بيقول موال يعني ما نو مطرب يعني أنت بدك تقول موال يعني أنت بدك تقول بدك تليل يعني أنت بدك تعمل سبعاوي يعني أنت بدك تقول شيء فالد حتى تعمل لي عراضة بصوتك يعني أنت منين بدأت وين انتهيت حتى الناس تقول عنك ممكن في أصوات صغيرة بيعملوا لألحان على أدى وحلوين حلوين بيهمسوا حلوين بس أحمد غير هاي الشكلة اللي عم نحكي عنا أحمد مطرب حقيقي رجل على المسرح هامي قامي بتفوت بتحضر الله في هون صنعة في هون صوت من الله سبحانه وتعالى وبفرحك يعني فرح تنتره بياخدك فأحمد كمان شو ما حكينا عنه يعني ما بتقدر أنت هذا اللي الله عاطيه ما حدا في زيد على عطاء الله لكن أنت بتغازل هذا العطاء مثل أنت والله الله خلق لك وردة عليك تشم ريحة وتصلي على النبي فالله ما صلي على محمد والله يكتر من الفنانين الحلوين والأصوات الجميلة ودخيلك يا حلب هو حلب فيه نوطة حلب الشهادي للمطرب من حلب أنت بتدرس بالمدرسة بتاخد ابتدائي كفاءة بكالوريا حتى بتدخل بقى جامعة أنت بدك شهادي بصوتك أو بعصفك أو ينقال عنك فنان بحلب حلب وأكبر دليل صانع الفن جوهرج الموسيقى ملك الغناء محمد عبد الوهاب لو ما أخد الشهادي من حلب ضل خايف ضل خايف تأخذ الشهادي من حلب ومن الشهباندر من الشهباندر اللي غنى ما كان فيه أجهزة صوت أخذ الوسيقة والوسان حلب اللي صنعت في قدامة كتير شو بدي عده ما فينا نقول غير العصر الحديث أسياد الطرب اللي شالوا قلعة حلب المرحوم حمد خير يا إبو هيسم والعظيم صناجة الشرق صباح فقري وهني بقى أنتجوا هالأصوات وهال في أصوات في معلمين في فلاسفين شو العازفين الأسياد الكمنجة شو المعاهد اللي بحلب لك يا حبيبي حلب شو ما حكيت عن حلب حلب لك حتى الأكل في حلب فن حلب بالكرة الأرضية أطيب أكل في الكرة الأرضية حلب إذا ألالك بيضة غير شكل فيه سر سبحانك ربي سبحانك ربي فيه سر بحلب أنا من أول يوم دخلت حلب شميت الهواء حسات في حياة غريبة عليك مباشرة إجي عشق يدغري على الموسيقى إجي عشق كنت أهوى الغناء صرت بدي أحلام أعذر صرت بدي أحلام أغني صرت بأحلام أمسل حلب حلب قد ما حكيت عن حلب ما فيك حلب بانوراما الأرض حلب كان في كتاب صنعه فؤاد رجائي اسمه من كنوزنا كان كل واحد حلبي بده يغني أو بده يدرس موسيقى يجب أن يكون عنده من كنوزنا الفن المقدس في حلب له كتاب إذا كنت تعرف على الموشحات على الأدوار على النغمات هذا هو اللي خلى حلب بدك تحكي عنا تقول لي ليش حلب غير غيره وكزلا إذن هذه حلب أحمد خلانا نحكي بكل شي عنا بقى إذن ما في بقى داعي نحكي حلب هي اللي أنجبت أحمد أزرق لا غرابة بفن أحمد أزرق وبفن سفته شو ما عمل لأنه بيبقى ابن حلب تحيي للفنان الأخ العزيز أحمد أزرق المطرب الجميل وتحية طول ما أنا عايش وبعد إلى حلب أمي اللي إلى فضل علي في كل شيء وأخيرا أنتم لكم حبي يا أصدقائي يا أعزائي لا تنسوا الاشتراك والجرس أنتو عم تنسونا طيب أنا باب نساكن ليش عم تنسوني لكم خبي ترجمة نانسي قنقر